والليوم الثاني أيضا توصلت فعالية القافلة الطبية بأم حيطات بمدينة السفاجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال القافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لمائتين وسبعة عشر حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء واحدا وأربعين فحصا معمليا وخمسة وعشرين فحص أشعة وسنار كما تم إجراء خمسة وثلاثين كشف مبكر من الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر